ورحمة الله وبركاته انفجار إطارات طائرة مصر للطيران أثناء هبوطها بالسعودية ونجاة الركاب من الموت المحقق نجاة ركاب طائرة مصر للطيران من الموت المحقق بعد انفجار إطارات عجلة الطائرة أثناء هبوطها بمطار المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية وقالت مصادر بشركة مصر للطيران في تصريحات خاصة لها أن الطائرة التي انفجرت إطاراتها من طراز بي 737-800 كانت قادمة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار المدينة المناورة بالمملكة العربية السعودية وأفاد المصدر أن عدد ركاب الطائرة بلغ 154 راكبا بدرجة البزنس والدرجة السياحية بالإضافة إلى 6 أفراد من طاقم الطائرة ووضحت المصادر أن الهبوط أسفر عن انفجار الإطارين الأماميين وأطار القويتش في الهواء بعد فرقها شديدة واستضم بالجناحين والطائرة ليحدث تلفيات شديدة بجسم الطائرة وزحفت الطائرة على المحركة الخاص بها وبطن الطائرة مما أحدث تلفيات شديدة بالمحرك أيضا وتمكن الطيار من الحفاظ على مسار الطائرة قدر الإمكان على أرض المهبط مع عدم وجود أي إصابات في الحادث وسلامة كل الركاب على متن الطائرة وأن التلفيات شاملت إطارات الطائرة الأمامية والمحرك وجسم الطائرة وتم إغلاق المدرج لصحبة الطائرة للصيانة وتعطيل المطار لمدة ثلاثة ساعات وقامت السلطات السعودية بفتح تحقيق واستدعاء الركب الطائر لمعرفة الأسباب ليفاجأ الجميع بعودة الركب الطائر إلى القاهرة ومن المتعارف عليه أن يتم فحص الطائرة والتدقيق الكامل قبل وبعد كل رحلة ومنها فحص الإطارات والتأكد من سلامتها وانحراف الطائرة في حد ذاتها يعتبر كارسة أحيانا إذا لم يسيطر ربان الطائرة عليها فإنه مع سرعة الطائرة التي تمشي بها مع الهبوط وانحرافها يكون من الصعب السيطر عليها ولن تقف إلا بعد ومدة تكون قد دخلت على حدود المطار ومن الممكن أن تصيب طائرات أخرى وربما يحدث ارتطام أو في الآن لبيستطيع الطائرة السيطرة عليها وإبقائها على المدرج حتى تقف تماما حيث أن قائد الطائرة يكون مدرب على مثل هذه الحالات